شجارة الزيتون، رهانات التنمية المجالية المستضامة وتحديات المناخ شعار الدورة الرابعة للمعرض الجهوي للزيتون التي انطلقت فعاليتها بقرسيف المعرض يعرف مشاركة سبعين تعاونية في لحية من جهة الشرق وجهات أخرى بالمملكة بالإضافة إلى قطب مؤسساتي يستقبل الأربع جهات الأكثر انتجية لزيت الزيتون على المستوى الوطني تمييزت هذه السنة بواحدة الانتاجية جهة الشرق التي كانت بواحدة زيادة 25% وصلنا حالياً لمساحة المزروعة 150 ألف هكتار فيها 118 مساحة المنتجة نحن هنا تعاونية البيوت وكانت جوز زيتون وكان أعصره وكان أعطينا المستهلك شيء حاجة مزيانة محاور هذه الدورة ترتكز على تنمية سلسلة الزيتون في إطار استراتيجية الجيل الأخضر في ظل الإكرهات التي تواجهها هذه السلسلة والمتعلقة بندرة مياه السقي والتغيرات المناخية بشكل عام المعرض الذي ينضم في دورته الرابعة لهذا الموسم والذي يوقب مهرجان الزيتون لدورته الـ 31 فكي يبغي من خلاله إبراز المؤهلات أولاً الفلاحية وتتمين المنتوج لثمارة الزيتون الدورة الرابعة للمعرض الجهوي للزيتون متواصلة إلى غاية التاسع عشر نوانبر الجاري وتنظم تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحر والتنمية القروية والمياه والغابات وبتنسيق مع عملة إقليم جرسيف من طرف المديرية الجهوية للفلاحة لجهة الشرق بشراكة مع الغرفة الفلاحية لجهة الشرق والمديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية موسيقى